تصويت الجماهير. احنا اتفقنا أن هذه الجائزة ستكون منوحة بناء على تصويت جمهور النادي الأهلي في كل خطوة بيأخذها الأهلي في المشاوير المتعددة. سواء كان دوري عام أو سواء كان بطولة أفريقيا أو سواء كان كاس عالم للأندية أو غيرها من البطولات التي سيأخذها النادي الأهلي. ونروح لصارة أتعلن عن أول نتيجة تصويت في أول مطشاط الأهلي لهذا الموسم كان مطش الأهلي ومصر المقصة. نحن نعلن مع بعض. أنا كنت قلت لك أنه كهربا مكتسح وفعلا كهربا هو أكتر تصويت جاله. طبعا السولية وعلي معلول. طيب يبقى كهربا كده واخد أول ثلاث نقط في بنك السادسة يعني خلينا نقول كده. معا أول ثلاث نقاط حصدهم نتيجة تقلقه في مباراة مصر المقصة. بيجي في المركز الثاني السولية وبيجي في المركز الثالث علي معلول. أيمن أشرف ما كانش بعيد على إطلاق هارد لك يا أيمن قدمت مباراة محترمة جدا. وكتير من الجماهير أشادت بمستواك لكن يعني هناخد احنا اتفقنا أن احنا هناخد أول ثلاث مراكز. وعندنا في الشهر ده ثلاث مطشاط جايين. هنحسب عدد النقاط وبناء عليها السادسة هتعلن مين هو أفضل لاعة في شهر 12 من نجوم النادي الأهلي. بناء على اختيارات الجماهير ومن اللحظة دي اتفتح التصويت على تاني مطشاط النادي الأهلي الأهلي وغزل المحل. وبنطلب من حضراتكم طبعا المشاركة مين هم أفضل ثلاث لعبين في مباراة الأهلي وغزل المحل. كده كده زي ما قلنا كهرباء ثلاثة السلية اتنين وعلي معلول نقطة واحدة. طبعا أنا يعني من ساعة لما خطينا البوست على الصفحة. احنا كنا كده يعني بنيدي أنا مش عايزة أغشش الجمهور بس في حاجة بتواضحة جدا. وانا حتى لما تبعنا من أول يوم كنا شايفين أنه كهرباء كان في حالة إجماع كبيرة جدا عليه. حسين برضو أو يعني أنا والزملاء بالضبط كده شايفينه محمد شريف يمكن قريب جدا من هو ياخد أول ثلاثة نقاط بعد تقلقه في مطش الغز. وقد إيه ده إحساس حلو أنه يبقى ثاني مباراة ليك بس مع نادي الأهلي بعد الرجوع من الإعارة يا أحمد. وتبقى يعني أفضل رجل في المباراة. يعني قد إيه ده بيدي ثقة بالنفس وبيدي دفع مع نواية كبيرة قوي للعب. خصوصا للمباراة اللي جاية والمرحلة اللي احنا دخلين عليها. هو الأهم كمان أنه في حالة اتفاق دي حد ذاتها مهمة جدا يعني ساين مباشرة جدا يعني عايز أقول لحضراتكم أنه المنافسة بين الرباعي كهربا والسلية ومعلول وآيمن أشرف كانت كبيرة جدا وكان دخل معهم العيبة تانية منها الشناوي ومنها ناصر ومنها بدر بنون. لكن أقصد أقول أنه في وقت من الأوقات بتحس أن الجمهور متفق من غير ما يتفق يعني الناس متفق على محمد شريف فماتش الغزل لغاية اللحظة طبعا ما حدش عارف الناس ممكن تعمل إيه في الأقام اللي جاية. بس أنا بقول لغاية اللحظة فيه اتفاق أنه محمد شريف هو رجل المباراة الأول لكن احنا كمان محتاجين مين تاني أفضل لعب وكمان مين تالت أفضل لعب في المباراة طبعا من وجهة نظر الجماهير. بقول إن ده النوع المفضل من المهاجمين بالنسبة لي اللي هو مش رقم تسعة مش صريح وحريف أنت تسعة ونص تسعة ونص وفولس ناين وتسعة الوهمي وشادو سترايكر ممكن جدا الحقيقة هو مهاجم الحقيقة في مهاجم بيبقى يعني من موليد منطقة الجزائي زي ما بيقول مهاجم صندوق مهاجم تخصصه أنه يبقى موجود جواه الصندوق ويخلص لا شريف يمكن مش من النوع ده يعني مهاجم ده مثلا من ستايل عمر زاكي ستايل عماد متعب دول مهاجم الصندوق لكن محمد شريف يمكن يميل أكتر أنه ينزل برا الصندوق ويميل أكتر أنه يلعب على الأطراف لكن الأهم في شريف يمكن والذي ظهر جدا في ماتش غزل المحلة الحسة التهديفية العلاقة بالثلاث خشبات دي حاجة بتبقى يعني أساسية جدا في اللعيب اللي بيمثل أو بيشارك في خط هجوم فرقة بحجم النادي الأهلي فكرة أنك أنت من أي حتة ومن نص فرصة يعني مثلا جن على فكرة عارية بين أنه هو سهل لكن الكرة صعبة جدا لأن الكرة بداية راحت في طرف الصندوق يعني راحت برا الصندوق على ناحية الشمال متطرفة وعلى شماله وهو مش شايف الجون وهو بيشطها والمسافة إلى حد ما تعتبر بعيدة فده جون مرتبط بالحسة التهديفية إحساسك بالمكان اللي أنت موجودة فيه وإحساسك أنك حفظة مكان المرمى موجود فين وعرفة تصويبي من غير ما تشوفي ودي ملكة مش موجودة عند كتير من اللعيب فكرة أن معظم الفرص معاية الترجم لأهداف دي حاجة بالطمنة دي حاجة إحنا محتاجينها كجمهور لنادي الأهلي أحمد طبعا أكيد أنا أعتقد أنه يعني إلى حد كبير شريف قدم أولاء اعتماده لجمهور النادي الأهلي بعد بس 180 دقيقة لعبها وشاير تيشرت كمان لما يكون فيه انسجام أكتر بين اللعيبة لأنه فيه لعيبة كتير طبعا رجعه وهيبقى فيه انسجام طبعا بشكل كامل نروح بقى طبعا لأخبار أقول له بس حاجة قبل الأخبار دي رسالة لمحمد شريف عشان تيشرت اللي انت لابسها من بين تيشرتات النادي الأهلي تقيلة جدا 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 رقم عشرة ده بالنسبة للأهلوية حاجة كده في حتة تانية خالص فنتمنى إن شاء الله بإذن الله أنك تكون في بداية موفقة وتكون عارف أنه ده يستلزم منك شغل كتير جدا ويستلزم أنك تطور من مستواك ويستلزم أنك تكون قد ثقة ملايين من جماهير النادي الأهلي في الفترة اللي جاية وأعتقد أنه يعني بنسبة كبيرة هنقول مبروك مبدئين على أول تلات نقط لمحمد شريف في سباق أفضل لعبي النادي الأهلي